اشتركوا في القناة او نسة انها تحط عشان هيك تنسوش اليوم اللايك والكومنت او الدسلايك يعني هاي او هاي لكم كل الاحترام والتقدير طبعا اليوم توقعتنا اليوم الاحد سبعة اثنين القمر لسه موجود بالقوس ورح اضل اغلب النهار تقريبا بالقوس لا ساعات المساء لا ينتقل للجديد طبعا القمر موجود في منزلة النعائم الان في موعد بث الحلقة رح يستمر طبعا فيها لغاية الساعة ثمانية واربعين دقيقة مساء الليلة هاي ماشي الهلالة السبت فعشان هيك من ساعات تقريبا بالنسبة لتوقيت الاردن الساعة عشرة واربعين دقيقة بتوقيت الاردن هي بتوقيت جرينج ثمانية واربعين دقيقة مساء من مساء الليلة هاي بنتقل القمر لمنزلة البلدة وهي المنزلة طبعا بالنعائم حكينا برح هي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ولكن انه اغلب النهار رح يكون في منزلة البلدة والبلدة هاي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود في برج القوس رح ينتقل للجدي فاغلب النهار بالقوس جميع الابراج بتشعر بالفترة هاي بالابتهاج او نوع من انواع المرح نجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون وطبعا حكينا الزوايا الفلكية تأثيرها بشمل تأثير اليوم على جميع الابراج فعشان هيكي الاهتمام بالزوايا الفلكية زيه زي الاهتمام بالتوقعات اللي احنا منحكيها فالتحذيرات او الايجابيات هي اللي انتو بتستندوا عليها اليوم بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية التسديس ايجابية بين القمر والشمس يعني القمر صار ينحصر ويصير على شكل غلال رح تكون هاي زاوية ساعة 12 و56 دقيقة بعد منتصف الليل يعني في ساعات الصباح الاولى منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة 42 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير حمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة فهي من الزوايا البطيئة اللي إلها تأثيرات والزهرة هي اللي بتشكلها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وأورانوس المبارع كانت بين الزهرة وزحل اليوم الزهرة وأورانوس وهي تربيع ورح تكون في تمام الساعة 33 و33 دقيقة صباحا يتوقع بهاي الزاوية لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع خصوصا العلاقات الضعيفة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي رح تتشكل هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و16 دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 6 و16 دقيقة صباحا بيبدأ خلو المسار ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 11 إلى 10 دقائق وخلو المسار دائما بيصير لما بيجي القمر بده ينتقل من برج لآخر وبيبطل يشكل زوايا مع الكواكب الرئيسية فهاي الفترة سلبية بنسميها بفترة خلو المسار وهي فترة لا تصلح لأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع الأبراج دون استثناء أما بالنسبة لما بعدها القمر طبعا الساعة 8 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير بالجدي عشان هيك في ساعات المساء تتغير الأجواء بشكل يعني واضح تماما أنه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية أو شراء بوليسة تأمين طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود بالجدي معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 9-2 رح يبدأ في تمام الساعة 5 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني اليوم الأربعاء ويضل لغاية ساعات الصباح يعني للساعة 21 و20 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر لبر جدله بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 12 و39 دقيقة منتصف الليل بصير 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 25 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيدة بنسبة 85 في المية القمر في القوس بدينتقل للجدي ليوم 10-2 سعيد بنسبة 15 في المية عطارد في الدلو بيت راجع حتى يوم 21-2 منتحس بنسبة 15 في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحس بنسبة 15 في المية المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 40 في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50 في المية زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم برضو زي مبارح اليوم مميز جدا النفسية أحسن مشحونين بطاقة إيجابية عالية جدا اليوم بالعكس الأجواء حتى أفضل من يوم أمس يعني اليوم شخصيتك نفسيتك ضبطك للأعصاب تقريبا أعلى شوي ولكن ما زال أنه في بعض الأشياء اللي مربكيتك أو موتريتك عشان هيك حاول أنك يعني تهدى ما فيه داعي أنك تنكد حالك حاول تخرج وتغير جو وتنطلق لهذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زال فيها بعض الضغط على الأمور المالية يعني فيه تفكير مالي أو تسعى لأمر مالي أو بتحاول تحل الموضوع مالي بالعلاقة بالديون بالقروض بالمصريف بالمشتريات أهم من شأنك تبعد عن الصرف بس هي هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا جيدة وابتدعمك بقوة على مستوى التواصل والاتصالات والحوارات وقدرتك على الإقناع اليوم ممكن تروج لأي عمل وتناقش بحرية وحتى سرعة البديهة عندك عالي جدا رح يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع ما زال بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة لسه مقلقك أو مشكلك نوع من أنواع التوتر اليوم ممكن يظهر عطل أو اهتمام منزلي أو اهتمام بشؤون عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ممتازة جدا على المستوى العاطفي وبالعكس اليوم عندك رغبة قوية جدا للتواصل مع الأحبة أو مع الحبيب أو تقارب من الحبيب حاول قدر الإمكان أنك تستغلها ممكن تفكر بخروجه معينة أو بمغامرة معينة الحس الفني عندك عالي جدا وبرضو المرح بسيطر على شخصيتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى الصحة فيه نوع من أنواع الوسواس أو القلق مسيطر عليك حاول أنك ما تخضع له انتبه لصحتك حاول تنجز أعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم وخصوصا أنه القمر ماضى اليوم وبنتك لبيت حساس شوي مسؤول عن العمل أما بالنسبة لبيتك السابع القمر بصير هنا يعني بشكل زاوية تقريبا جيدة بيعزز بالنقاط قوة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي وبعمل أجواء جيدة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو شريك المال فعشان هيك حاول تستغلها اللي عندهم أمور قضائية برضو اليوم رح تتحرك باتجاههم أكثر أو لمصلحتهم بالنسبة للبيت الثامن الأموال المشتركة أمور البورصة الأسهم أمور القروض أمور الديون البنوك كلها هاي الحلاقة في البيت الثامن اليوم ممكن أغلبكم يكون عنده اهتمامات مالية بالأموال اللي ما بتعود لك أموال الغير أو الصفقات التجارية عشان هيك تركيزك رح يكون على هاي النقطة أهم شي انك ما توقع على أي ورقة مالية بدون مراجعتها ودراستها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك اليوم نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا أحسن شوي يعني بلشت أمور اللي لها علاقة بالعمل أو المؤسسية أو تعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني تظهر على الساحة أكثر اليوم في عندك نوع من أنواع الاهتمام بهاي الأمور الأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنها فيها ممكن عمل صعب أو مهم صعبي أو مشاحني على مستوى العمل حاول لأنك تضبط عصابك بتمشي الأمور بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن تظهر سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش ما بينك وبين أحد الأصدقاء ولكن سرعان ما أنك بتتجاوز الأمور هاي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب في الأجواء جيدة ودعمتك بشكل قوي يعني صحيح أنه في بعض الضغوط أو الوساوة زي ما حكينا على الأمور الصحية فميقول لك بس راقب وضعك الصحي خذ علاجاتك خذ الإشي المهم بالنسبة لإلك ممكن تقلق بصحة أحد الأحبة أو تهتم بأحد الأحبة برج الثور طبعا القمر في مكانه مش بالقوة صحيح أنه شيئا ما فيه نوع من أنواع الإيجابي ولكن اليوم التفكير كامل بنصب على بعض المسائل المالية أكثر أو المصاريف أو الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات والحكومات يعني المؤسسات الدولة أو المؤسسات الحكومية فعشان هيك اليوم فيه عندك نوع من أنواع التوتر أو القلق من مسألة معينة أهم شيء أنك ما تخلي هاي الظروف أنها تضغط عليك بشكل سلبي وتخليك تعصب أو تتوتر أو تحتد بطباعك أضبط أعصابك لأن العصبية بتيجي فجأة والانفعال بيجي فجأة والتقلب النفسي بيجي عندك فجأة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فاليوم ممكن تحصل بعض الأموال اللي بتيجيك على شكل هبة أو مساعدة أو دعم ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك وحاول أنك تبعد عن الناس اللي ممكن أنها تستغلك ماليا بالنسبة للبيت الثالث الأجواء ضغطة يعني هي العصبية اللي مسيطرة عليك أكثر إشي حاول تضبط أعصابك شوية هيك بتلاقي الأمور صارت ممتازة الأجواء جيدة إجمالا عندك قدرة على التواصل والاتصالات ولكن بتركز على الأشي اللي أنت بهمك مش بتركز أنه بس مجرد اتصالات قدرة النقاش عندك جيدة الحوار جيدة ولكن ضبط الأعصاب ما تعصب بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل مصالحة أو تجاوز لبعض الضغوط عشان هيك يعني ما تزعل كثير ممكن يتأخر شيء أو خبر معين أو مساعد معين ولكن إجمالا على مستوى البيت الأجواء رائعة ممكن تهتم ببعض الأمور العائلية أو الشؤون العائلية أو بما يتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي والحب والغراميات وهي عندك اهتمام ولكن مش هالقوة يعني بزاوية التربيع اللي بتتشكل مع البيت الخامس يعني بتضعف العواطف عندك شوي بتصير عقلاني أو بتفتر عواطفك شوي أو بتتعامل بورود عاطفي أو عقلانية أكثر خلينا نحكيها يعني بمعنى آخر مش هالقوة أهم إنك ما تدخلش بخلافات لا مع الحبيب ولا مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا جيدة على مستوى العمل مستوى العلاقات مستوى الصحة مستوى الاهتمام الجسدي كلها هاي أمور ممتازة حتى علاقاتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل جيد جدا ودعم لأيك بقوة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور الشراكة ممكن خلاف أو سوء تفاهم أو استياء من تصرف الشريك الفردي أو ممكن سوء تفاهم يصير ما بينك وبين الشريك أو تحتد أو تزعل أو تأخذ على بالك من تصرف الفردي أو أنه بتصرف بدون ما يرجع لك بنقطة معينة وهذا الإهمال هو بسبب نوع من أنواع التوتر عندك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود لآخر يوم في البيت الثامن بعدها رح ييجي على بيت قوي جدا يساعدك بشكل كبير اتداء من بكرة فاليوم تركيزك رح يكون على تنظيم أموركم المالي المشتركي الفرصة صحيح متاحة لمكسب مالي مع هيك خففه من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلها بالليوني والتفكير الموضوعي بالأمور بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الاستياء من أحد الأشخاص خارج البلاد أو ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يزعجك أو تصرف أحد الأشخاص خارج البلاد هو يعمل شيء يعني يسبب لك نوع من النوع التوتر اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني الأجواء هنا بتركز على نقاط جيدة بتدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة وبتعزز من شخصيتك وعلاقتك مع بعض الأشخاص المسؤولين أو اللي في مركز أو منصب وبرضو جيدة للتقديم لوظائف أو لعمل أو فرصة عمل جديد ممكن اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الكبيرة يحسوا أنه في نوع من أنواع يعني التعاطف من رؤسائهم أو زملائهم ويقدروا جهودهم أهم شيء تحافظوا على سمعتكم ما في داعي لمخالفة القوانين أو للمجازف الكلامية أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا يبتيجي على بيت علاقة بالأصدقاء في نوع من أنواع الاستياء من صديق أو من تصرف صديق أو من بعض المعارف أو ممكن ذكريات لموقف معين هي اللي بتوترك الموضوع هذا بحاجة بس لا نوع من أنواع الصبر بس شوي هيك تضبط عصابك بتلاقي الأجواء صارت إيجابية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتسعد بلقاء بعض الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء هنا جيدة ده حاميتك على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي ممكن بس القلق يكون على مستوى يعني صحة أحد الأحبة أو على موضوع العلاقة بالمؤسسات الكبيرة برج الجوزة طبعا بالنسبة للجوزاء القمر مقابلك تماما فعشان هيك هو جيد لا نقاط وسيئ في نقاط خلينا نأخذ السيء قبل الجيد السيء فيه أنه بتلاقي طاقتك ضعيفة بالفترة يعني جسديا صحيا نفسيا بتلاقي الأمور مش ماشية معك بالشكل المناسب جيدا الإيجابية في الموضوع أنه بيت حليف لا إلك فعشان هيك دائما في هذا الوضعي لما بكون القمر مقابلك يا بكون معك مية في المية يا بكون ضدك مية في المية ما بكون عنده حل وسط اليوم بما أنه القمر سعيد فهو بالأغلب رح يكون معاكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي اليوم تنضغطه على مستوى مصاريف أو دفعات أو بعض الالتزامات المالية عشان هيك يقول لك رتب وضعك المالي بشكل جيد ابعد عن المصاريف قدر الإمكان لأنه ممكن تتورط إما بنصبة يعني حد ينصب عليك أو يستغلك ماليا أو فقدان بعض المقتنيات اللي لا إلك بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة اليوم عنده قدرة على الإقناع عالي وسرعة بديهة عالية وقدرة على التواصل ممتازة جدا وسهل جدا تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن الأهم ضبط الأعصاب ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أحد الإخوي أو أحد الجيران يعني فيه نوع من أنواع التعامل عندك تنقلات واتصالات كثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت بتوترك شوي أو مسببت لك نوع من أنواع القلق أو الإرباك عشان هيك بنقول لك حاول تضبط أعصابك يعني ما فيه داعي أنك تزعل وتغضب أو تتفشش أو تهمل وضع عائلي معين رتب أمورك البيتية والعائلية بشكل جيد ما تهملها ممكن اليوم بعضك يقلق بشأن وضع عائلي أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة ودعمة إليك عاطفيا صحيح أنها مش بالقوة الهائلة ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز من التلاقي ما بينك وبين الحبيب أو تواصل وممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على الأمور العمل فممكن تهتم ببعض الأعمال بشكل كبير أو تحاول تنجز بعض الأعمال في منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو مراجعات أو مصاريف طبية إليك أو لأحد الأحباء أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن هاي الفترة زي ما حكينا القمر مقابلك فيها نوع من أنواع السلبية وفيها نوع من أنواع الضغط ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على قلق من وضع إما أنك طالب سلفة وبتتأخر أو طالب قرض معين أو إشي العلاقة في البنك أو الضريبة أو التأمين أو أمور إلها علاقة بالغيبية الاهتمام في هاي المسائل اللي أنا ذكرتها الآن اليوم بيكون بشكل سلبي أو محبط أو في بعض الأعطال أجله يوم بتصير الأجواء جيدة ودعملة لك بشكل أقوى بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء هنا بتعزز نقاط قوة لا إلك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تعزز نقاط قوة برضو في بعض الأمور الجيدة كامتحانات أو جامعة أو دراسة أو شغلات من هذا القبيل ولكن اللي على علاقة مع شخص خارج البلاد عاطفية ممكن يتفاجأ اليوم إما بانتهاء العلاقة هاي أو إنه يصير فيه خلاف ما بينكم ضبط الأعصاب مطلوب عشان ما يتصلوا لهاي النقطة بالنسبة لابيتك العاشر طبعا الأجواء هنا بتسبب لك يعني أشياء بد تكون إلها علاقة بالسمعة الكواكب كنبتن هو بشكل زاويتين تزديس وزاوية تربية يعني زاويتين جيدات وزاوية سلبية عشان هيك بنقول لك حاول إنك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة إيش حنحالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان داوم بوقتك ما تتخلف عن دوامك عساس أنه الأمور تكون لصالحك أكثر ممكن يصح لك تكريم أما بالنسبة لابيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وابتدعمك بقوة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو مساعدة صديق لإلك في مسألة ما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا هنا منقول لك أنهم ما زال في ضغط على بيت المتاعب فمنقول لك دير بالك يعني الأجواء مش مساعدة لا صحيا ولا نفسيا عشان هيك يدير بالك من المجازفات والمغامرات المريخ وأورانوس وتشكيل الزوايا هاي بتجيب لك متاعب ومشاكل بشكل مفاجئ احذر وأهم شيء أنك تدير بالك على صحتك مرج السرطان طبعا بالنسبة للسرطان القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالصحة والعمل فاليوم في أكثر من أمر رح يشغل فكرك له علاقة بالصحة والعمل رح تنشغل في هاي المسائل وتفكر في هاي المسائل بشكل كبير إجمالا الوضع النفسي مقلق أو متوتر أو خايف أو الوسواس بلعب دوره معك عشان هيك يقول لك اضبط أعصابك قدر الإمكان ما تخل الوسواس سيطر عليك ولا الأفكار السودة تسيطر عليك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية اللي ممكن تيجي يا أما من عمل الإضافي يا مستردات يا هبات يا نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم من هذا ضبط الميزانية يعني ابعد عن المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا منحكي أنه يعني منلاقي العصبية ضاغطة عشان هيك نقول لك لا تنتقد ولا تتدخل في شؤون غيرك حاول أنك ما تكون لاذع بالكلام الأجواء ممتازة بس أهم شيء أنه يعني نشاطك الاجتماعي أو نشاطاتك بالاتصالات والحوارات ضبط الأعصاب هو المطلوب بالنسبة لأمور التنقلات بدك تكون حذر شوي اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا تماما يختلف الأجواء جيدة على مستوى البيت بالعكس فيه أمور ممتازة على مستوى البيت بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن يجيك دعم حتى من أحد أفراد العائلة في منكو ممكن يشتري بعض المقتنيات أو يهتم بتصليحات أو ترتيبات منزلية أو إشي كنواقص منزلية يعني أو ديكورات أو أشياء من هذا القبيل في مناسبة أو شيء مفرح بيجيك من أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا مش بالشكل القوي على الأمور العاطفية يعني عواطفك بنقصها نوع من أنواع الحرارة أو بتحس بفتور الحبيب اتجاهك عشان هيك ما تحاول أنك تصاعد الأمور وخصوصا بالزاوية اللي حكينا عنها مع الزهرة فملاش تكبر الفجوات هذه الزوايا بتأثر بشكل سلبي خصوصا على العلاقات العاطفية وعلاقتكم مع الأبناء فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت السادس أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكن تنتبهوا لأغذاءكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت السابع فهونا الأجواء بما أنه مقابلك ومضغوط فبتدل على خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك أو الإنزعاج من تصرفه أو تذكر مواقف قديمة فهذا الإشي رح يأرقى خلال هذا اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم ضبط الأعصاب زي ما حكينا مطلوب بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة والأمور المالية ممكن تحصل بعض المكاسب أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة باسترداد بعض الأموال اللي لا إلك أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بضبط الميزانية أو أموال الشريك أو أموال مشتركة يعني هاي اللي رح تهتم فيها بشكل كبير بالنسبة للبيت التاسع الأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات الأجواء طبعا ما تعتمد فيها على الحضوض نهائيا لك تعتمد على جهدك الشخصي في هاي الفترة بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فاليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تسمع إطراء أو ثناء على شغلك وممكن يعني هيك تسمع هيك أو يجيك نوع من أنواع الهدايا أو التكريم أهم شي ما تخالفش القوانين بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأجواء ضاغطة على بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية وهذا بسبب سوء تفاهم ما بينك وبين بعض الأشخاص عشان هيك ما يقول لك ضبط الأعصاب مطلوب ما تصاعد الأمور وما تكبرها وما تهولها وما تخلي الخلاف بينك وبين الأصدقاء يجي فجأة لأنه ممكن أي خلاف ما بينك وبين صديق بالفترة هاي ينقطع بدون رجعة أما بالنسبة لبيت المتاعب في الأجواء جيدة جدا دعمتك ما فيه إشي بخوف أهم مش أنك تبعد عن الوسواس وعن الأفكار السودة الأجواء بتمشي بشكل جيد ولكن اليوم ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا الأجواء اليوم من أجمل ما يكون يعني الشمس قوية في مكانها في بيت الشراكة وأيضا القمر في بيتك الخامس برضو قوي معناته اليوم عندك نوع من أنواع الحضوض أو الغراميات أو المحبة زيادة عن اللزوم فعشان هيك الأجواء العاطفية عندك ممتازة عندك رغبة للانطلاق عندك رغبة للتواصل أو في فرحة معينة ممكن تصير معك خلال هذا النهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتتركز على الأمور المالية ممكن مصاريف أو التزامات أو مشتريات أو دفعات أو الاهتمام ببعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ فيه ضغط مالي هو مقلق بالنسبة لك يعني بتفكر في الشؤون المالية كثير أهم شيء بعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا جيدة بالعكس عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش ممتازة حتى طريقة التعامل ما بينك وبين الإخوة برضو ممتازة جدا وإذا عندك امتحان أو مقابل اليوم رح تبدع رح تكثر عندك الاتصالات بشكل كبير وممكن حتى التنقلات تكون عندك كبيرة أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا على أجواء البيت ممكن شوي تنضغط ببعض الالتزامات أو شؤون المنزلية أو العائلية أو بعض الأعطال المنزلية تهتم فيها أو المشتريات في حدث عائلي أو منزلي ممكن يصير اليوم يوترك ضبط العصاب شوي بعدين بتلاقي الأمور مشت لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا بأوجها اليوم تشتد رغبتكم فتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء بتقدر اليوم تصحح الأخطاء وبتقدر اليوم توطد العلاقات عما بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا الصحة بدك تخليها تحت المجهر يعني راقب وضعك الصحي ما تهمل صحتك نهائيا وراقب غذائك برضو حاول تنجز أعمالك بدون ما ترهق حالك وما تهم الأعمالك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء جيد اليوم بالنسبة لإلك هاي بتعزز نقاط قوة ما بينك وبين الشريك ولكن موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء تعاملهم مع أزواجهم أو زوجاتهم لأنه زهرة زي ما حكينا بتشكل زاوية تربيع سلبية فعشان هيك هدولة بدهم يديروا بالهم من أي خلاف ممكن يصير ما بينهم وبين شركائهم ممكن يوصل لحد أو ما بينهم وبين أحبائهم يوصل لحد ممكن أنه قطيعة أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة ودعمة لإلك بقوة وبتعزز نقاط جيدة على المستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض المصاريف أو ترتبك من بعض الالتزامات المالية ولكن إن شاء الله أنها تتيسر بدون ما تجهد حالك كثير أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء بتركز على اتصالات بعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وخبر ممكن يكون سار بالنسبة لإلك قادم من خارج البلاد ممكن من شخص بتتعامل معه خارج البلاد أو ممكن من أمور إلها علاقة بسفر أو دراسة أو امتحانات أما بالنسبة لبيتك العاشر الأجواء هنا بتركز على بيت السمعة عشان هيك من قلك دير بالك لا تجازف لا تغامر لا تشوي سمعتك وما تبالغ بالملذات لأنه الفترة هاي بيت السمعة وبيت الشريك يعني في خلل ممكن يصير من عندك يسبب لك إرباك كبير دير بالك تشوي سمعتك بأي شيء وحاول أنك تلتزم بأعمالك وخلي علاقتك على مستوى العمل والمسؤولين عنك جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وممكن اليوم تنشط كثير في أمور العلاقة بالعلاقات الاجتماعية واللقاءات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية يعني الأجواء بالنسبة لإلك قوية ودعمة لإلك بقوة وممكن اليوم يعني يكون في دعوة خاصة أو عندك تكون لمة خاصة بالنسبة لبيت المتاعب طبعا هنا بيقول لك بدك تحذر صحيا ونفسيا ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني شوي هيك بالمؤسسات الحكومية أو بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية برج العذرة طبعا هيك نوع من أنواع الإرباك أو المسئوليات أو هيك الضغط عندك في أكثر من نقطة موتريتك عشان هيك الاهتمامات الزيادة عندك اليوم بنقول لك أنه حاول أنك تفرغ السلبية اللي موجودة عندك قد ما بتقدر وإن أضبط أعصابك قد ما بتقدر الضغط اللي يقوم عليك كله رح يكون من البيت ومن أفراد العائلة عشان هيك هذا أكثر إشاء رح يأرقك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فيه مصاريف فيه بعض الاهتمامات ولكن أنه برضو أضبط أعصابك لا تبذر أموالك ودير بالك من إشخاص ممكن يستغلوك ماليا فعشان هيك حاول أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد بعيد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث هنا بنقول لك دير بالك أثناء تنقلاتك أثناء اتصالاتك ممكن تتعرض لبعض الأعطال اللي إلها علاقة إما بالسيارة أو بالتليفون بالفترة هاي وممكن برضو يكون فيه عندك انتقاد يطلع بالمكان المش مناسب فيتفسر بشكل مش مناسب فتصير مشكلة بالوقت المش مناسب فعشان هيك الضبط الأعصاب مطلوب وضبط اللسان مطلوب ممكن اليوم اللي عنده بس مقابلة أو عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود في البيت الرابع بنقول لك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي كمان بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي شايف أنا فتور أو برود عاطفي أو عدم الحمامية أو مشغول كثير أنت عن الأمور العاطفية فعشان هيك الأجواء عندك متوترة عاطفيا أو مع الحبيب أو مع أحد الأبناء حاول أنك تضبط الأمور وما تهملها عشان ما تتسجل عليك ملاحظات وتيضيها فترة انتقال القمر للجدي بالمصالحات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على الوضع الصحي حاول أنك تحافظ على صحتك قدر الإمكان إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ممكن اليوم يظهر ملف أو تهتم ببعض الواجبات في مكان ميدان العمل أو الصحة يعني تتطلب منك الاهتمام بشكل مباشر بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الأجواء جيدة وبالعكس يعني محمية عندك بعض الأمور ولكن أهم إشي إنه بدك تضبط أعصابك من الزعل أو العتب اللي ممكن يجي بشكل مفاجئ ما بينك وبين الشريك أو يحس إهمالك الشريك فيزعل أو يعاتبك فعشان هيك هاي الأمور ده تدير بالك منها وخصوصا إذا كنت على علاقة غير من وراء الكواليس بناش نحكي غير إشي ثاني أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة في الأموال المشتركة ممكن تهتموا بشؤون إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين شركة جديدة أو تمويل أو أمور مالية في منكو رح يهتم بأموال الزوج أو الزوجة أو سلفي أو زي مصروف أو أشياء من هذا القبيل أهم شي إنه ما تبالغوا بمصاريفكم بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا ضاغطة فعشان هيك بيسبب لك نوع من أنواع الاستياء أو الضغط أو أخبار مش مبشرة كثير ممكن تنفرك أو تعصبك إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بخارج البلاد أو إلها علاقة بالجامعة أو الطلاب اللي بدرسوا بالجامعات فعشان هيك بدك تدير بالك على كل هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها اللي إلها علاقة بالبيت التاسع برضو اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وما يتسرع بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء هنا بتركز على بيت السمعة الأجواء جيدة ودعميتك بالعكس إلك مركزك وإلك مكانتك برضو في نفس اللحظة بتعزز نقاط قوة ما بينك وبين رؤساك أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء ولكن ممكن تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب عندك فالأجواء قوية ودعملة إلك بقوة بالعكس أنت بأمام عشان يكي يقول لك ابعد عن الوساوس والأفكار السوداء فالأجواء دعميتك بقوة بالفترة هاي برج الميزان طبعا اليوم الأجواء ممتازة وأحسن بكثير من الأيام اللي مضت اليوم أنت مشحن بطاقة عالية جدا سرعة بديها ممتازة جدا ورغبة بالتحرك والتنقلات والاتصالات بشكل كبير عشان هيك عندك طاقة كبيرة اليوم حاول أنك توظفها أو تفرغها في الأشياء اللي بتفيدك أو الأشياء اللي لم أصلحتك فيها بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء جيدة على المستوى المالي اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية اتحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن احذر من بعض المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ فما تبذر أموالك بشكل مبالغ فيه بالنسبة للبيت الثالث طبعا القمر موجود فيه اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات وهو البيت الثالث لألكم متعلق بالسفر القصير والاتصالات بأنواعها يوم مناسب لاجتياز امتحان اليوم بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لأجواء لطيفة وبتحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن تكون ضاغطة عليك بشيء ما أو متوتر من مسألة ما نبط الأعصاب مطلوب فما تخلي أي مشكلة منزلية أو عائلية إنها يعني تكون بالمكان أو الوقت المش مناسب أو إنها تزعجك فعشان هيك رتب الأوضاع البيتية والعائلية وما تهملها بالنسبة للبيت الخامس طبعا منقول لا موليد أول عشرية ديروا بالك من زاوية الزهرة اللي ذكرناها في أول الحلقة ديروا بالك من أي مشاكل أو مشاحنات ممكن تصير ما بينكو بين الأحبة لأنه ممكن تصير قطيعة بشكل مفاجئ عشان هيك ما تثيروا أي خلافات أو مشاكل بشكل مفاجئ حاول لو تمتصوا غضبكو حاولوا أنكو الداروا الأمور بشكل جيد الأجواء العاطفية جيدة وخصوصا من القمر بشكل زاوية جيدة ولكن في البعض اللي يكون فيه عنده خلافات أو سوء تفاهم ما بينه وبين الحبيب فيحذروا من هاي المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على نقاط لها علاقة بالعمل اليوم عندكو قدرة لإنجاز بعض الأعمال وعندكو سرعة بديها عالية جدا وهي بتعزز من علاقتكو ما بينكو بين زملائكو أو رواسائكو بالعمل وبرضو في نفس اللحظة بتحافظوا على صحتكم ممكن مواليد العشرية آخر العشرية الثانية يشعروا ببعض التوتر أو القلق الصحي عشان هيك ما تهملوا صحتكم بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وممتازة وبتعزز الشراكة ما بينكو بين شركائكم بالمال وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالزوج والزوجي الأجواء ممتازة جيدة للمصالحة حول الحوار والنقاش أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأجواء على مستوى الأموال المشتركة ما زالت ضغطة وهي شوي بتوترك على مستوى تأخير في بعض المعاملات أو القروض أو الديون أو بتأجل أو بتتأجل فعشان هيك حاول أنك تضبط عصابك بتنحل الأمور المالية بشكل جيد ولكن بتروي بدون إنفعال حافظوا على أموالكو بس من السرقة أو ضياع أو استغلال بعض الأشخاص لأموالكم بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد على مستوى المناقشة والحوار وعلى مستوى المقابلات والسفر البعيد برضو وأمور إلها علاقة بالامتحانات الجامعية ممتازة وحاول برضو إنك تستغلها إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة اليوم بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة وبيت السمعة هنا شوي بده تركيز فعشان هيك ما تشوه سمعتك ما تتخلف عن دوامك ما تدخل بمشاحنات ما بينك وبينزو ملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن شوي يكون فيه أكثر من عمل هاي الفترة بتمتحن جهوزيتك في بعض الأعمال بالنسبة لبيتك 11 إلا أجواء جيدة فممكن برضو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم النشاطات الاجتماعية عندك بأوجهة بالنسبة لبيت المتاعب طبعا هو أنا من قلك دير بالك على صحتك أو على ممكن يعني القلق يكون على صحة أحد الأحبة عندك كثير انشغلات اليوم ولكن أهم إش إنك ما تهمل صحتك وتغذيتك برج العقرب طبعا الاهتمام اليوم رح يكون على المستوى المالي بشكل كبير شخصية نفسيا أنت مرتاح تقريبا في بعض الأمور موتريتك صحيح ولكن إنه سهلة إنها تنحل ممكن تنضغط في بعض المهام اليوم ولكن إجمالا إن شاء الله إنها بتمشي كلها على خير وسلامة أما بالنسبة للبيت الثاني فزي ما حكينا إنه هذا بيت المال فثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذيرين من النفقات والمواصلات والحوارات والنقاشات ما شوي ممكن تكون مرهقة إليك اليوم أو ممكن يكون عندك كثير من التحركات ولكن إنه تمشي بصعوبة أو بقلق أو بخوف فعشان هيك حاول إنك تركز وما تخاف وما تنفعل بتمشي الأبور بس أهم إشي إذا كان فيه نقاشات ما أضبط أعصابك بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا جيدة جدا على مستوى البيت ممتازة وهي بتعزز نقاط لها علاقة بالبيت بشكل قوي ولكن ممكن يصير حدث إليه علاقة بالبيت يوترك ممكن عطل منزلي أو مصاريف أو تيجي قلق على صحة أحد أفراد العائلة يعني أهم إشي إنك تركز بالأمور البيتية ما تهملها بتلاقي الأمور مشت ممكن تنشغل ببعض المسائل المنزلية أو العائلية خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي ولكن ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات خلال هذا اليوم حاول تشتغل بشكل عقلاني أكثر وهذا البيت بيسبب قلق على أحد الأحبة أو على أحد الأبناء أهم شيء إنك ما تبالغ بالحضوض اليوم لأنه ما في الحظ الكامل إلك ممكن تحقق بعض المكاسب ولكن بجهد شخصي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بزملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع وهنا بحذر بشكل كبير وخصوصا موليد العشرية الأولى ديروا بالك من أي مواجهة ما بينك وبين شركاك وبينك وبين أزواجك أورانوس موجود عند العشرية الأولى فعشان هيك بشكل زاوية تربيع جاية مع الزهرة اللي حكينا عنها فعشان هيك هدولة أكثر الناس اللي ممكن يصير خلاف بشكل مفاجئ ما بينهم وبين أزواجهم وممكن تصل لمرحلة طريق مغلق ما بينهم أو انفصال فعشان هيك ما يصعدوا الأمور ويزيدوا الخلافات ما بينهم عشان ما تكبر اللي هي الحدية ما بينك وتصلوا لهذه النتيجة بالنسبة لبيتك الثامن الأجواء جيدة وبالعكس ومريحة على المستوى المالي ممكن تفكر في بعض الدعم المالي أو حلول مالية لها علاقة بالبنوك أو بالضريبة أو بالتأمين وممكن أنك اليوم تحصل بعض المكاسب المالية بالنسبة للبيت التاسع اليوم إذا كان في عندك نشاط سفر أو اتصالات أو تواصل حاول أنك تتفقد كل أوراقك خوفا من السيان أو من الاضطراب في بعض النقاط الأجواء مش بتخوف كثير يعني بس إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ما تعتمد على الحظوظ بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة بنقول لك هنا ركز على الأمور أنك أنت ما تتأخر عن دوامك وما تهم الأعمالك ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التكريم أو مدحك لإنجازك بعض الأعمال أو ثناء على قدراتك يعني لأجواء إيجابية على مستوى بيت السمعة بالنسبة لبيتك 11 هنا على المستوى العلاقات الإجتماعية ممكن تنضغط اليوم بمناسبات أو لقاءات أو دعوات أو تنزعج من بعض الأصدقاء وتصرفاتهم ممكن إهمالهم أو بوحهم لبعض الأسرار اللي إليك أو الكلمات اللي يعني من المفروض أنهم يضبطوا عصابهم ما يتهوروا بالكلام هذا اضبط عصابك أنت عشان ما تكبر الأمور بالنسبة لبيت المتاعب عندك الأمور جيدة فعشان هيك ما فيه أي قلق على شؤونك الصحية ولكن هي القلق ممكن يكون على صحة أحد الأحبة أو ممكن يكون عندك زيارة أو اهتمامات بصحة شخص ممكن عياته في مستشفى أو مؤسسات علاجية برج القوس طبعا اليوم ثيقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالداع من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا ما زالت على المستوى المالي مربك إليك في بعض المساريف أو المتطلبات المالية اللي شوي مزعجيتك هذا القلق المالي بس أعطيه يوم إن شاء الله وبتصير الاهتمامات فيه أكثر وبيصير فيه نتائج إليك أكبر أهم شي دير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بيقول لك دير بالك من العصبية والحدية وخصوصا موليد العشرية الأولى أما باقي البرج فما نقول لهم اليوم عندك نشاط والاتصالات والحوارات والتنقلات وسرعة بديها حاول أنك ما تتدخل بشؤون غيرك وامسك لسانك إذا عندك امتحان أو مقابلة الأجواء مش قوية تعتمد فيها للحضوظ ولكن إن شاء الله أنها بتمشي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الاهتمامات على مستوى المنزل تقريبا جيدة يعني فيه نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات الجيدة ولكن أهم إشنكو ما تهملوا الشؤون البيتية ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض التصليحات أو الالتزامات المنزلية أو العائلية خلال هذا اليوم أهم إشنك ما تهملها الأمور بتصير جيدة بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة جدا على تواصلك مع الحبيب أو الاهتمام بالحبيب اليوم الأجواء ممتازة بالعكس في رغبة للتواصل مع الأحبة أو حتى مع أحد الأبناء ممكن تهتم ببعض الشؤون الفنية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فمقول لك ركز على عملك دير بالك تهمل أعمالك اليوم ممكن تظهر ملفات بشكل مفاجئ العلاقة بالعمل توترك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يصير خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل عشان هيك دير بالك من الأشياء المفاجئة على المستوى الصحة ومستوى العمل لأنه ممكن يكون فيه قلق على صحتك أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وهي بتعزز من نقاط جيدة ما بينك وما بين الشريك ممكن نقاش حوار ممكن حل بعض الأمور أو تصلوا لحلول لبعض الأمور ليم أرقيتكم الطرفين أما بالنسبة للبيت الثامن ما زالت الأجواء ضغطة على مستوى بيت المال فعشان هيك منهول الأموال المشتركة حتى أرقيتك ممكن فيه تأخير في بعض المعاملات أو فيه كثير من الالتزامات بحاجة للتركيز ركز عليها بشكل جيد وما تهملها بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر والتناقلات والحوارات والنقاشات ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة إما باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بموضوع العلاقة بالسفر البعيد أو الدراسة اللي عنده مقابلة أو سفر الأجواء جيدة بالنسبة لبيتك العاشر تقريبا نقدر نحكي الأجواء ضغط على مستوى بيت السمعة فعن نقول لك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة بدون تشويه سمعة ومخالفة قوانين ممكن تسمع اليوم بعض الكلام اللي يزعجك إلى علاقة بالعمل أو من رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء على مستوى العلاقات الإجتماعية جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضر حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو صديق أو ممكن معاونة صديق لإلك في مسألة معينة أو دعمك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت فيها ضغط خفيف مش الضغط القوي ولكن أنه الأجواء جيدة تقريبا أهم شيء أنك تنتبه لصحتك لتغذيتك وممكن يعني بعض الزيارات أو الاهتمامات بصحة أحد الأحبة برج الجدي على المستوى النفسي تقريبا الأجواء مش بها القوة حاسس بنوع من أنواع الضغط أو التوتر أو أن الأمور مش ماشي معك مثل ما بدك الأمور بحاجة لنوع من أنواع الرعاية والمراقبة عشان هيك يبدأك يتركز بشكل جيد خلال هذا اليوم حاول تمشيه بشكل روتيني على أساس أن الأجواء يعني تمضي على خير بدون أي مشاكل لأنه ممكن يتأخر أي عمل أو ما تمشي الأمور مثل ما بدك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة ممكن تحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم ممكن يصير لك بعض الاهتمامات المالية ممكن اليوم تهتم بصفقة معينة أو مستردات مالية ولكن دير بالك من المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ عليك أو دك تحذر من النصابين والمحتالين اللي ممكن يستغلوا عواطفك فحاول أنك تنتبه لهذه النقطة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا بتساعدك على التنقلات والاتصالات والحوارات ولكن عصبيتك وحديت الطباة عندك ممكن تعطل عليك حاول تناقش بهدوء وحاول أنك ما تجازف وما تغامر اليوم انتبه العطل ممكن يصيب مركبتك اللي هي السيارة أو جهازك الخليوي ممكن يصير فيه نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الهدوء أو الاستقرار فعشان هيك بتحل كل الأمور المنزلية والعائلية بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو بعض الأمور المهمة اللي إلها علاقة بالمنزل أو بأفراد العائلة الأجواء إيجابية بالنسبة للبيت الخامس هنا من قولك دير بالك خصوصا موليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا وخصوصا إذا كان عندهم علاقات عاطفية بدهم ينتبهوا من زاوية التربيع اللي مع أورانوس لأنه هاي ممكن تنهي العلاقات الجديدة أو العلاقات المتذبذبة بطريقة سريعة جدا وبطريقة مفاجئة بدكوا تحذروا من أي خلافات ما بينك وبين الأحبة إذا بعزوا عليكم أما بالنسبة للأمور العاطفية الأخرى أنت طبيعتك حاد الطباع حاس بالتقصير أو بالإهمال من الحبيب وهذا الإشي هو اللي موترك وهو اللي مسبب لك القلق لا تتقلب بمزاجك أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم حتى لو بتعمل ساعات إضافية براعي أنه الغمر في بيت المتاعب عشان ما تزعل إذا تعطلت بعض الأمور الوضع الصحي بحاجة لبعض الرقابة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية بالتعامل ما بينك وبين الشريك صحيح أنه في سوء تفاهم ممكن يصير أو نقاش أو حوار ولكن سرعا ما بتتجاوز هذه المرحلة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة وهي جيدة فممكن يجيك رد إلو علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين أو قرض معين أو تحصل بعض الأموال اللي لا إلك يعني رح يكون لك اهتمامات مالية بالأموال المشتركة رح تكون دعمتك بشكل قوي بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء على مستوى الاتصالات لبعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد مربكة مش ماشي معك مثل ما بدك لسه الأمور ما استوت أو ما وصلت بالمرحلة اللي أنت بدك إياها عشان هيك ممكن يصير خلاف مع أي شخص خارج البلاد أو قلق على صحة أي شخص خارج البلاد أهم مش إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة ركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضود بالنسبة للبيت العاشر هنا من قولك دير بالك ما في داعي لتشويه السمعة ما في داعي للمغامرات والمجازفات بالفترة ركز بشكل جيد اضبط أعصابك بشكل جيد حاول أنك تداوم بعملك ما تخلف عن أداء واجباتك أو نقاشات ومشاحنات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء بتصير جيدة ما تخالف القوانين وما تجازف أهم نقطة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة في اللقاءات الاجتماعية صحيح أنه أنت مزعوج من تصرف أحد الأصدقاء ولكن إجمالا الأجواء أنت بتقدر تسيطر عليها بإرادتك يعني بتقدر تتكيف والبالورها بالطريقة اللي أنت بدك إياها ولكن الأهم أنك أنت تدير بالك مش كل الأسرار بتنحك لأي شخص أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر موجود في بيت المتاعب فهم يقول لك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم اليوم بتهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش أنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمل وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها عشان هيك نقول لك تروى حاول أنك تخلى الفترة هاي روتينية لحد يتم القمر يصير موجود عندك بعدين بتتضح الرؤية إليك بشكل أكبر برج الدلو اليوم الأجواء جيدة بالنسبة للك عندك اليوم نفسياً أنت أحسن من الأيام الماضي كمان بس بدك تحاول أنك تنجز لأنه ما رح تستمر هاي النفسية الجيدة إلا لليوم هاض ابتداء من بكر القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فرح يعركس عليك كثير من الأمور لا تخلي الأمور فوق الضغط اللي هي فيه لما يصير فيه شوية أمل تنضغط بالزيادة حاول ترتب أمورك بشكل جيد اليوم على الإشي الموجود بين يديك بدون ما تدخل بشغلات جديدة حاول تنهي كل الالتزامات والأعمال المطلوبة منك قبل ما يوصل للقمر لبيت متاعبك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية فيه فرص لمكاسب مالية أو بعض الحلول للأمور المالية أو ممكن تنجز بعض الأمور اللي تتحسن من وضعك المالي فيه منك رح يحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن المصاريف الزيادة عشان هيك منقول لك احذر من المصاريف الزيادة ودير بالك على أموالك من السرقة والضياع ومن بعض المحتالين أما بالنسبة لها بيتك الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات عندك سرعة بديها وقدرة على التحاور والتناقع والنقاش مقنع بشكل جيد اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يبدع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى البيت وفيه نوع من أنواع الحوارات أو النقاشات اللي شوي مربكة بالنسبة لها فيه ممكن بعض الالتزامات أو الأعمال أو حدث منزلي أو عائلي مربك بالنسبة لها أهم مش إنك ما تهمل الوضع المنزلي أو العائلي بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيد جدا وهي بتعزز نقاط قوة للتواصل مع الحبيب أو مع أحد الأبناء الحضوض مش بالقوة الهائلة ولكن في بعض الحضوض بتساعدك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا على مستوى العمل منقولك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تهم الأعمالك حاول إنك تنتبه برضو لصحتك من بعض التقلبات الأجواء فيها أشياء إيجابية وممكن اليوم تشعر بفرحة لإنجاز أمر ما حاول إنك تستعين ببعض الأصدقاء ما تدخل بنقاشات حدي مع الأصدقاء أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة بطريقة التواصل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج اليوم بيحمل ممكن مصالحة أو يعني تلاقي بوجهات النظر أو حل بعض الأمور ممكن تسعوا بمصالحة معينة وممكن تتناقشوا بمواضيع قديمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالأمور المالية فعشان هيك الأمر المالي إذا اضطرب عندك أنت بتضطرب كل أمورك رتب الأوضاع المالية عندك بشكل جيد وحاول تبعد على المصاريف لزيادة اليوم ممكن تنشغل ببعض الملفات اللي إلها علاقة بالبنوك أو ضريبة أو تأمين أو تحسين وضع مالي أو ترتيب وضع الديون عليك خصوصا الأموال المشتركة اللي فيها شريك اللي ما بتعود لك بالكامل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد الأجواء جيدة ودعمتك بقوة ممكن تستغلها اليوم لها امتحان أو مقابلة أو حتى مراسلات الأجواء بتعزز الأشياء اللي إلها علاقة حتى بالسفر بتفيدك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك بيت السمعة دير بالك تشوه سمعتك حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان ما تخالف القوانين وما تجازف وما تتهور ما في داعي للمخالفات الفترة هاي حاول أنك برضو ما تدخل بأي صدام يدخلك بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني بمعنى آخر أي شيء بتعلق بالسمعة حاول تحميه أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا القمر موجود فيه فاليوم بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن حقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة تتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح خلال هاي الفترة بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما بالنسبة لبيت المتاعب فزي ما قلنا الأجواء مش ضاغطة بالشكل القوي ولكن برضو بلش القمر يتحرك باتجاهه فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أو صحة أحد الأحبة ممكن تهتم فيها اليوم وراقب غذاءك وراحتك برج الحوت طبعا الأجواء اليوم شيئا ما أحسن من الأيام الماضية يعني تقريبا الأجواء بلشت تستقر عندك الضغوط اللي كانت في الأيام الماضية تقريبا بلشت تخف عشان هيك يعني نفسيا أحسن شوي حاول أنك بس تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان حاول أنك ما تستسلم للسلبيات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو الأرباح خلال الفترة هاي أو تهتم بشؤون مالية أهم إيش أنك تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا منقول لك دير بالك من العصبية والحدية إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تركز بشكل جيد وتبتعد عن الحضوض قدر الإمكان ممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون ممكن بعض الأعطال أو الاهتمام بأحد الأخوي أكثر شيء لأنه ممكن فيه قلق أو توتر من مسألة ما أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة جدا بالعكس الأمور بلشت تستقر معك بشكل جيد فممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالبيت أو تصليحات ترميمات احتفال مناسبة أشياء زي هيك ممكن تهتم فيها بشكل كبير يعني الأجواء البيتية جيدة ممكن تظهر بعض الاهتمامات ببعض المشتريات أو صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض يعني بتحس أنه الحظ كأنه تخلى عنك بالفترة هاي حاول أنك ما تبالغ بملد ذاتك ممكن تنزعج من أحد الأبناء من تصرفه أو مخالفته لإلك أو شيء يصير معاه هو اللي يترك حاول يعني قدر الإمكان تضبط أعصابك ما تصاعد الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية الأجواء بتساعدك قدر الإمكان لإيجاد حلول على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتركز على أمور الشراكة الأجواء تقريبا نحكي على مستوى بيت الشراكة لا هي إيجابية ولا هي سلبية تقريبا روتينية عشان هيك نقول لك خلي الأمور روتينية أحسن ما تدخل بصدام وحوار في هذا الضغط العالي اللي موجود فلكيا فعشان هيك نقول لك مشي الأمور بشكل روتيني إن حدث وكان فيه خلاف أو نقاش حاول أنك تأخذها بتكبير تكبر دماغك يعني ما في داعي أنك أنت تثير الخلافات وتكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إعلها علاقة بالأموال المشتركة أي مال مشترك أنت اليوم رح تهتم فيه ممكن دعم ممكن قرض ممكن تسوية ممكن ديون ممكن أموال الزوج أو الزوجة ممكن تهتم بشؤون إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين اهتمامات جيدة وكلها رح تصب في مصلحتك أما بالنسبة للبيت التاسع هنا بتركز على أمور إلها علاقة باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد في أمور مربكة إلها علاقة بين أشخاص بعاد عنك أو من مكان بعيد أو من دولة أخرى ولكن سرعان ما أنه بيطمئن خاطرك ممكن أنت تستصعب الأمور وممكن تقلق بشأن سفر أو مواضيع إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو حتى بالمؤسسات التعليمية أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا القمر موجود فيه الفترة هاي مناسبة اللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبتقدر تحافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني شوي مربكة وممكن حاسس بامتعاض أو زعل أو غضب أو هيك عتاب على بعض الأصدقاء لا مخالفة معينة أو إنه خذلوك بالفترة هاي حاول قدر الإمكان ما تكبر الأمور وفي نفس اللحظة ما تدخل بصدامات ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء زي ما حكينا دائما بيت المتاعب بسبب تراكم كل هاي الكواكب في بيت المتاعب هو اللي بأرقك شوي أهم إش إنك تحافظ على صحتك تحافظ على تغذيتك تحافظ على راحتك وهدوءك بتمشي الأمور بشكل آمن صحيح إنه بتحمل الفترة هاي مفاجآت كثيرة وتقلبات ولكن الأمور إن شاء الله بتمشي على خير وسلامة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر